السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم مخبوزات ام عبدالغالي ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم اخواتي جبت لكم مغربية الكوكا وبطريقتين لكم السمبولي هذي اللي هكم تشوفوا فيها ودرت لكم بتاع طباقات اللي خرجة جديدة يعني بربي راح تعود وصفتك المحتمدة شوفوا كيفها جي ما شاء الله ما جيش هذي كي تفتت بزاف كما راكم تشوف واذا كي تمسيها تفتت والثاني ما جيش هذي كي يابسة جي روعة جي هايلة شوفوا نقدر نقسمها هكا عادي ونقدر نفتتها شوفوا الثوب في الفم ما شاء الله بمقادرة جدو مضبطة مديت لكم جميع الاسرار برب ان شاء الله يعني ما فيها لا اسرار بصراحة لولو يعني تبعي برك الخدمة قد 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 احتخرج لكم ما شاء الله ما شاء الله قبل ما نبدأ وصفتنا احباباتي ما تنساوش تضغطوا لي لازل اللايك هكا بشي انتشر هذ الفيديو على اوسع نطاق ونبدأ و بسم الله و صلاة و السلام و على رسول الله انا كنت اخواتتي كنت درت حوالي خمس كؤوس نتال فارينا غربلتهم ومبعد حطيتهم يتحمصوا في الفرن يعني نقصوا عليهم خلاص النار وخليوهم يتحمصوا في عقلها حتى تحصلوا على هذا اللون الذهبي ومبعدك كما هي تبرد خلاص خلاص يعني تبرد تماما تروحوا انتم تغربلوها هكا حاني غربلت الفاريناتاعي ومبعد نروحوا المراحل الاخرى عندنا هنا هنا يربنات كاس تاع الكوكا ومحمص ومرحي هو مرحي ومسح راح نزيد نرحيه مع السكر بشي زيدي ترحالي عفوا المليح مليح ويمدليه نتيجة مليحة في الغريبية ويعني يتعلق لي ويمدلق الزيت نتاعه هذيك ويسمى الجين الغريبية تاعي مليحة زيت معها كاس الى صبوع مش الى اربع كاس الى صبوع انتاع السكر الناعم هكا راح تجيكم الحلاوة تحارة وعاجيكم قد 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 ما هيش حلوة بزاف ومشي صامتة نحكم نرحي الكوكا وهذاك مع السكر بشي زيدي ترحالي مليح مليح قدت لكم واذا يطلق لي طعمة مليح مليح شوفوا كيف هالفرق شوفوا لان كيف هولا بودرة دائما كيتحبوا المكسارات راحي بشي ترحوهم مليح مثلا يمدلكم نتيجة مليحة ارحوهم على السكر يعني اذا راح تديري سكر في هذه الوصفة سواء السكر ولا السكر العادي يعني ارحوهم معهم بشي بشي ترحولكم مليح ومبعد جيبوه كيلة ثانية تعسمن يعني بنفس الكاس اللي كيدينا به الكوكا والسكر تديروه كيلة تعسمن ممسوحة السمن ما يكونش ذايب يكون بدرجة حرارة الغرفة وراح نزيد الهنا كنت نسيت رشاتي الملح بركيه البنات راح نضيف رشاتي الملح حبيتوا تضيفوا الفانيلا فلكم الاختيار انا نحبها بالذوق العادي يعني بلا اضافات نحب كوكا وسكر وفارينة وثمن يعني نحبها بالذوق الاصلي وبغيتوا تديروه ليزا وغم ذو كنت أعطي لكم يعني في الاخرى الكيفية على الطباقة تشوفوا كيفا راح ندير شوفوا يعني تبقوا تتشغلوا الاشوار تعكم حتى تحصلوا على هذا الخالد تحسوا بالاسمن بدا يدير الرغوة هذيك ومبعد تروحوا تفرغوا في قصعة تكون واسعة كيمانا كما راح نشوفوا ذوك نفرغوا حاولوا انكم تفرغوا الكمية كامل يعني متخليوش حتى حاجة في الاشوار على خاطر الكمية ترى مضبوط عن تعسمن مع تعلاخر يعني مع الفارينة هذيك تشوفوا معي البنت راح نفرغ الكمية كاملا نحاول اني يعني من خليش خلاص في الاشوار حتى حاجة هكا يعني لا خاطر كل شمحسو بيالبنت لا تولي لك مثلا الكمية على الفارينة ناقصة ولا زايدة هنا هي في الاغل بيالبنت راح تهزلكم اربع كيلات منتع الفارينة بنفس الكاس ونبصحنا راح نبدأ اولا بثلاث كيلات دائما نبدأ بثلاث كيلات نحكها مليح بنيدية نعجلها مليح مليح ونبعد نضيف الكيلة الرابعة تشوفوا معي اذا خفتوا يعني بالنسبة المبتديئات اذا خفتوا يعني بالنسبة المبتديئات اذا خفتوا لجي كيابسة بثاف ومتقدش تحكمي فيها هي لازم تشفيها مليح او مامتا لازم تكون عجينتها يعني تحصل طمحري 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 بيدك حتى تحصل على عجينة طريعة وشوية تولي لك تلتسق في اليد كيما تمحريها بثاف من سخانة اليد احتعود لك تلتسق في اليد شوفوا البنات كيفاش راني نحك فيها هنا در ثلاث كيلات نتعفرينة لي كنا محمصين ها يعني نفس الكاس تديرو ثلاث كيسان ممسوحة هكا راني نفهم فيكم بالعاني بالنسبة المبتديئات وتلي يعني اللي يعرفوها مع لبالهم كيفه شوفوا البنات راني محورتها مليح هاي مازالتها مازالت يعني تحصلت على عجينة ما هي شي قادة تفتت بزاف ولا حاجة يعني يعني لبالي فيها بلي مازالت انا دائما تهزلي ربع كيلة بالنسبة المبتديئة شوفوا اذا خفتوا تقسمي العجينة تاك على زوز تزيدي لها الساعة نص كيلة كيلة الرابعة يعني نص العجينة احدي لك نص كيلة هكا اذا خفتوا مثلا جيك تفتت بزاف ولا تحكمي على خاطر كل فارينة كيفاش تحكمي نص كما هكا تزيدي لها نص الكاس نص الكاس نتاع الفارينة تمحري 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 اذا يعني شتيها بدأت تعجن في يدك وبدأت تحصل على عجينة طرية ورطبة هكا وثلت سقف معناتها يعني زيدي حتى النص كاس الاخره معناتها يعني ربع كيسان قد قد هكا واذا لقيتها تفتت بزاف ما بغاتش خلاص تلم يعني يعني عيتي تمحري بيدكو وتزخري فيها بالكفتع يدكو لأخو بس حيا ما بغاتش يعني ضيفي لها النص الاخر وتعود يعني الوصفة تعقل قد ما تعودش يعني اه خسرتي الوصفة ولا حاجة هكا بشتفادي انها تخسرك الوصفة ولا تكون مثلا الفارينة كاينة اللي تشرب كاينة اللي ما تشربش انا دائما يعني في جميع انواع الفارينة على كل حال تهزلي اربع كيلات خاطر لو كان ديروا ثلاث كيلات يا لبنتو تحطوها في الفرنة ممكن تهبطلكمها تبينكم ميناشفة وكل شو مصحية ممكن تهبطلكم ديروا ربع كيلات راح تحكوها مليح بين يديكم تحكوها قد تلكم حتى ترتاب وتنديلكم عجينة هكا جيال عجينة هكا تشبه الطين هكا تشبه الطين وتلتسق في اليد شوفوا من كثر تمنى نمحرفيها بيدي حتى نولت يعني تلتسق في اليد من هذك السمن والسكر يعني حتى السكر تحسيه ذب وهاكا يا لبنت انا راح نبدأ بهذا الطرف شوف وراني طريته مليح مليح ذوق تشوفوا في الاخير على وش نتحصل تحصلوا على عجينة طرية شوفوا كيفه وكي تفتتيها تتفتت شوفوا كيفها تلمم تكوّرها تتكوّر عادي ومبصحين فتتتها شوفوا كيفها تتفتت هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه يعني ما تدروش اقل من 4 كيلات ناصحة على خطر تحطوها في الفرن يضطيح كامل وطعبت لكم اكما شفتوا انا الغريبيات يعني كيفها جيت طيبتها يعني مليح مليح وطيبتها حمرة وهكا كوجات تتفتت يعني كيفها تتفتت يعني كيفها تتفتت ومبصحية مطاحت ليش في الفرن هكا يبنتون بعد نروحو نشكلوا طريق التشكيل كما تحبوا انا اخترت اليوم نديلكم هذا الشكل يعني تاع بلا تزيين يعني هو كما نقوله مزيين روحوا بروحوا ذوق تشوفوا معايا جبت القالب هذا يعني رمت باعوا هذا القالب الزب زب في الفترة اللي فاتت خاصة يعني قبل رمضان اللي فات خرجوا بكثرة جيبي دائري مورب على اخر مهمتي تطبعي بي انا جاني هذا الهلال ومسحني ملشح ندير الهلالات نتاع الغريبية قد هكا يعني هذا الهلال جاني كبير بزاف راحنا نطبع بيه برك بش نتحصل على الشكل ومبعد نجيب قالب اخر دائري يعني نقص به الهلالات يعني قد وش بغيت انا شوفوا جبت هذا القالب دائري يكون قدو شوية على خطر كنت جبت واحد من قبل يعني كبر شوي مايبانش هنا عندكم ومحطوط فوق الطابلة مايبانش يعني جاك كبير بزاف يعني جيبني جيولي الهلالات كبار بزاف يعني خيرت اني ندير بهذا جوني قد قد جوني هلالات قد 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 شوفوا يعني من كثرت مالاخور يعني اللولا ريا اني جرحتها انا انا لفرصتها شوية تفتت في الحاشية شوفوا شوفوا الغريبية تعكم كيفها جي ما تفتت بزاف ما تخافوا منها راح تخدموها بكل بساطة وشي هو قلت لكم اعجنو مليح ام حروم ليح بيديكم من السخانة هذي كنت عكف اليد راح تتليان و راح تتعود رطبة ومتعودش تفتت بزاف وتحكموا فيها كما تحبوا يعني شكلها وش بغيتي هذي السامبولي اللي قلت لكم درتها عادي حتى بالكوكو ما زينتهاش خلاص يعني كفاني هذك تزين انت عطابة عجبني بزاف على بها قلت لنا نكمل به دوقت شوفوا الطريقة يعني شوفوا يعني الطرف اللي بقى تزيد وتعاود وتكملو هكا الارتفاع يتحها يا البنات كاينا الناس يديروها رقيقة شوية كاينا يديروها شوي خشينة بزاف كطالعة انا نديرها موين يعني نديرها حوالي اه سنتيمتر واحد فاصل اثنين هكاك ما نعني هاش بزاف وثاني ما ننوطي هاش بزاف يعني هكا جتني قد قد ديالبنات وانتم لكم الاختيار يعني كل واحدة كيفاش تحب الغريبيتها شوفوا لهنا ني كنت عمرت هذا البلاتو كامل شوفوا هذي البلاتو دي جاروا فيها 6 في 3 18 والبلاتو الصغير هزري 15 من حبة هكا بلا شي ثلاثة هذوك اللي درتهم تع طبقة ثلاث حبات الاخرين درتهم بالطبقة شوفوا راني نتلكم في العجينة كفاه تجي يعني كملت انا يا العجينة كامل بقات هذي اللخرة قسمتها على ثنين باش نجرب لكم تاع الطبقات اللي بغات تدير يعني تاع طبقات ريتون دونس ويدرو فيها بزاف ويعني اللي بغات تديرها هنا تحكمي النص مثلا امام عندك عجينة كبيرة تحكمي النص تحاد زيدي لها لاغوم بتاع بيستاش هكا ودخل مليح لاغوم في هذيك العجينة ومبعد جيبي الطابعة اللي احتطبعي بي شوفوا في العجينة هذي نديروها رقيقة على خطر راح نديرو من هذي ومن هذي نديروها النص انت العجينة الاخرى حوالي نص سنتيمتر هكا يعني نديروها رقيقة احتطبعي يعني بالطبع اللي بغيتي انا جبت هذا الاوفال هكا شوفوا راح نطبع هيا نورمال مورا يتلسق في الطابعة متعب بكمش انا ما بغتش تلسق لي في الطابعة لاني هزيتها بيضي حطيتها فوق العجينة لاخرى خاطر كي تديرو العجينة تفيزوز فوق بعضاهم يا ابنت لو كان يعني تحبوا تعاودوا بالعجينة عكم تلقاوها كامل تلونت بنفس اللون هكا خير بشي يبقى لكم اللون الاخضر وحده و اللون الاخر وحده هكا راح تضغطيضوك على الطابعة وتخرجيها وتعود مطبوعة كما راكم تشوفو هكا هذي بالنسبة اللي يبغى و يديروها على الطابعة بكم نزيد نعود لكم واحده هذي العجينة اللي بقات لي الاخرى هذي قلت لكم دارت لي ثلاث حبات انتع طبقات هذي سما زيت كملت ثانية هذي كما راكم تشوفو هاي هذي اللي صقت في الطابعة تطبعوا اللولة تلصق في الطابعة وتزاديوا فوقها الثانية ومبعد تضغطوا المول باش يطبع لكم هذا الشكل فوق ومبعد نحيو شوفو انا على كداش تحصلت ما شاء الله ثمنتاش زي ثمنتاش يساوي اه ستا وتلاثين يعني ما شاء الله ستا وتلاثين حباب بكاس تاع سمن وكاس نتاع كوكو تخرجي ما شاء الله وشوفو هراني طيبتها حمرة ما شاء الله راح تعطوها في الفرن حوالي اه عشرين دقيقة باش طيب لكم تقعد متماسكة في بعضها هذي هي قلت لكم احتيت لكم عشرين دقيقة وجربت يعني فتتت لكم شوفو كيفها تتفتت والذوب في الفم زيت جبت لكم هذي اللي طيبة مليح مليح من تحت بش زيدوا التأكدوب اللي يعني راي جي ثوب في الفم ما شاء الله شوفو هذي حمرة خلاص ملتحت هكاكو جي رايعة ما شاء الله شوفو كيفها جي جي هاي لا هنا راي بردت يعني ما تقسوها شخلاص كتكون سخونة كتخرجوها من الفرن ما تقسوها شخلاص حتى انتبر دمليح وشوفو هذي ثانية الطبقة جيت هاي لا وجاء المنظر دحا ما شاء الله نتمنى اخوة تاتي تكون عجبتكم هذا الوصفة اذا عجبك هذا الفيديو ما تنساش تدعميني باللايك وبالتعليق الجميل طبعا بشي تحفزوني ونزيدلكم جديد كانت هذي هي وصفتنا لنا هاليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته